السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع قبل أن ننخوذ بتفاصيل هذا الفيديو وقبل أن نتطرق لموضوع اعتقال 17 شخص بألمانيا بسبب مراقبة ما يفعلون بهاتفهم الجوال وكتابتهم المنشورات على التواصل الاجتماعي وقبل أن ندخل بموضوع الأزمة المالية الألمانية والقرار التاريخي اللي اتخذته هذا اليوم مزارة المالية ورح يأثر على حياة سكان ألمانيا هناك خبر جميل حبيت أشاركه بالبداية لكل شخص يسكن بدول الاتحاد الأوروبي خبر جميل لسكان ألمانيا ولسكان أوروبا اليوم أقر البرلمان الأوروبي موقفه بشأن قانون الحق في إصلاح الأجهزة العاطلة وسيتم توسيع فترات الضمان للأجهزة اللي يشتريها الناس داخل الاتحاد الأوروبي وجعل عمليات التصليح أسهل وأقل تكلفة ورح يصير توفير كبير بقطع الغيار بشكل أسهل وبشكل سلس جدا القانون يعتبر جميل ورح يخلي سكان الاتحاد الأوروبي وفرون أموال كثيرة لما تخرب أو تعطل حاجاتهم حسب التقرير المستهلكين يفقدون بأوروبا حوالي 12 مليار يورو سنويا بسبب قرارهم بشراء منتج جديد بدلا من تصليح ما هو عندهم لأن التصليح كلكم تعرفون بدول الاتحاد الأوروبي مكلف جدا هذا النهج حسب الاتحاد الأوروبي يعتبر سبب رئيسي بتكدس النفايات وتلوث المناخ القانون جميل جدا لما تطلع على فقراته تشعر بأنه تغيير كبير يعني ينتظر الاتحاد الأوروبي تصليح يصير رخيص ورح ينتهي زمن أنه ترمي الحاجة اللي خربت عندك وتشتري حاجة جديدة بسبب العطل بعض النواب بالحزب الاشتراكي بالبرلمان الأوروبي قالوا أن القرار يتضمن الزام البائعين أو الصانعين بتقديم عمليات إصلاح مجانية خلال فترة الضمان القانونية اللي حيتم تمديدها إذا خربت جهاز ليس بسبب المستهلك يعني مو تكسر جوالك بالأرض وتروح تقولهم هذا خرب إذا كان خلل حصل به بمرور الزمن يشمل كلن وعلى أجهزة الكهربائية وحيكونون المصنعين مجبورين على التصليح طالما التكلفة أقل من تكلفة شراء جهاز جديد وقالوا أيضا أن القرار يشمل الأجهزة المنزلية الثقيلة مثل الثلاجات غسلات الصحون الهواتف الذكية أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر اللوحية التابلت والآيباد والدراجات الهوائية وكثير من الأمور الأخرى والأجهزة الأخرى أيضا شيء مهم يتضمن القانون وهو أن الشركات لما تصنع حاجة حتكون مجبورة على صناعتها بطريقة تسهل عملية تصليحها ولازم تكون الأجهزة بكل أنواعها تتقبل قطع الغيار حتى لو كانت من شركات أخرى طبعا هذا الأمر حتى لا يصير تكدس بالنفايات بشكل كبير بالنهاية هذا القرار يعتبر خطوة هامة نحو تشجيع الناس على التصليح أو على الإصلاح بدلا من شراء منتجات جديدة ويسعى البرلمان الأوروبي لتوفير الحوافز المناسبة للمستهلكين حتى يصلحون منتجاتهم الموضوع التالي أصدقائي في حملة واسعة النطاق اقتحمت الشرطة في ألمانيا اليوم الثلاثاء 17 منزل هذه الأمور حصلت بمدن مختلفة بولاية بافاريا والتحقيق كان مع الأشخاص في مزاعم نشرهم محتوى كراهية ضد اليهود على وسائل التواصل الاجتماعي حسب وسائل الإعلام الألمانية المتهمين قاموا بكتابة تعليقات أو نشروا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بيها كلمات تعتبر بألمانيا معادية للسامية شملت الحملة مداهمات في مدن مختلفة منها تمت مصادرة هواتف نقالة أجهزة كومبيوتر خلال المداهمات بحسب الشرطة فإن المشتبه بيهم تتراوح عمرهم بين 18 سنة إلى 62 عام متهمين بنشر كراهية ضد اليهود على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك تصريحات معادية للسامية ودعوات للعنف ضد اليهود من بين الأمثل على المحتوى اللي نشار المشتبه بيهم بقطع فيديو مثلا نشارة أحدهم يظهر رجل يرتدي زي تقليد يهودي ويحمل لافتة مكتوب عليها الموت اليهود هذا الأمر غير مسموح بألمانيا وقال مسؤولين من الشرطة والقضاء أن الحملة تهدف لإرسال رسالة واضحة إلى المجتمع اليهودي مفادة أن السلطات الألمانية تأخذ معادات السامية على محمل الجد طبعا حتى الآن لا توجد تفاصيل أو معلومات عن الأشخاص اللي تم مداهمتهم هل هم ألمان هل هم أجانب بأي لغة كانت المنشورات هذه الأمور هي غير معروفة ولكن أصدقائي اللي تابعني باستمرار بـ 2021 بشهر نيسان أبريل نشرنا خبر عن قانون تم إقراره بنيسان أبريل 2021 أذكر كان عنوان الفيديو تغييرات شهر نيسان أبريل لعام 2021 القانون اللي تم سنة بألمانيا وإقراره يتيح للسلطات الألمانية أو للشرطة أو للمخابرات ولوج أسهل وأسرع للمعلومات الشخصية لهواتف لخطوط انترنت لأجهزة كومبيوتر أشخاص المشتبه بهم بحالات معينة مثلا يعني الجرائم نشر مقاطع فيديو إباحية بخصوص القاصرين كان هذا هو الحجة الرئيسية ولكن هناك ولوج ومراقبة لهواتف المشتبه بهم بقضايا عديدة من ضمنها معادات السامية الآن وصول أسرع لمن ينشر أو يشارك أو يكتب تعليق أو حتى يرسل رسالة تتعلق بهذا الخصوص الموضوع التالي أصدقائي في مفاجئة تحصل لأول مرة بتاريخ ألمانيا الآن مصدر في وزارة المالية الألمانية يقول أن الوزارة أوقفت تخصيصات الموازنة المالية في عام 2023 وفي عام 2024 لتجنب عبئ مالي ضخم قادم بالسنوات القادمة وأضاف المصدر أن الوزارة ستحترم الالتزامات القائمة لكنها لن تتعهد بأي التزامات جديدة وفي حالات استثنائية ممكن إلغاء الحضر على الأنفاق من الموازنة هذا القرار خطير يعني الآن أن وزارة المالية الألمانية والوزير كيرسيان لندر أوقف صرف الأموال لجميع القطاعات والقطاعات الاستثمارية للأمور الحكومية منها حتى الدفاع والصحة والتعليم لا يوجد مخصصات مالية للإنفاق هذا الأمر يأتي بعد الحضر التي عملتها المحكمة الدستورية الألمانية وقالت أن 60 مليار يورو زايدة من موازنة 2021 اللي يعني الحكومة الألمانية لا يحق لها أن تمسها لأجل مشاريع المناخ ولأجل التحول إلى الطاقة النظيفة الآن هناك فجوة مالية مقدارها 60 مليار يورو لا يمكن المساس بها وهناك إنفاق عالي ورسميا ألمانيا دخلت بوضع مجهول غير مسبوق توفير واقتصاد ويعني قلة بإنفاق الأموال قد تجعل الحياة اللي معروفة بألمانيا اللي هي دولة الرفاهية يعني تتغير بشكل كبير من بين المشاريع اللي تم عليها فرض حضر من وزارة المالية هي مشاريع دعم أسعار الكهرباء وحتى وزير الاقتصاد روبوت هابك قال إن أسعار الكهرباء ممكن تتفجر وترتفع بسبب تداعيات الحكم القضائي على 60 مليار يورو واليوم الثلاثاء رح تجتمع الحكومة الألمانية مع خبراء مختصين بالشئ الاقتصادي والمالي والقانوني ربما بوقت مشاهدتكم للفيديو والاجتماع حاصل حتى يقدمون الصورة الكاملة عن ما سيحدث بألمانيا بالفترات القادمة من خبراء أو من تداعيات قرار المحكمة الدستورية الخبراء اللي يسمون زاخف اشتندقن هم مختصين يقدمون النصح والمشورة للحكومة ولأولاف شولتس بأوقات سابقة بعد قرار المحكمة الدستورية قالوا ليس فقط الاستثمارات بمجال المناخ والطاقة المتجددة والكهرباء ستضرر بل العواقب ستطال كل مجال من التعليم والدفاع والنظام الاجتماعي وإذا لم تتمكن الحكومة من إيجاد حل فقد تضطر إلى تأجيل أو إلغاء مشاريع المناخ والتحول الاقتصادي أو حتى فرض ضرائب جديدة عالية على الناس لتعويض الستين مليار يورو وكل شيء مفتوح وقابل للتطبيق الموضوع التالي أصدقائي حتى نكون واضحين أمامكم ببداية العام القادم الفين واربع وعشرين حتى تزداد مساعدات الجوب سنتر مساعدات البقاء قال بنسبة اثناش بالمية تم اتخال هذا القرار بوقت سابق وتكلمنا عنه بالقناة بسبب التضخم وغلاء المعيشة تم اقرار هذا الأمر هذا كله قد لا يتحقق إذا استمرت الأزمة المتعلقة بحضر وزارة المالية هذا اليوم لإنفاق الأموال على المشاريع القادمة فإذا ما تم التوصل إلى حل قد لا يتحقق هذا الشيء يوم أمس نقلت لكم تصريح من سياسي كبير بحزب الـ FDP اللي هو نفس الحزب اللي منه وزير المالي كريسيان لينر قال يجب أن نقتصد ونقلل حتى بالإنفاق الاجتماعي الآن نالك استطلع للرأي أجرته مؤسسة فورزا لأبحاث الرأي بخصوص زيادة معونة الجوب سنتر المفترضة ببداية 2024 كون المعونة الاجتماعية أو رواتب الجوب سنتر أصبحت الآن قضية رأي عام الكل يتكلم بيها ونتيجة الاستطلاع أصدقائي قال غالبية الألمان أنهم يخافون من أن تصبح الزيادة بالمعونة الاجتماعية دافع للناس لترك عملهم وللتكاسل ووفقا للاستطلاع فإن 64% من الألمان بصورة عامة يعتقدون أن زيادة مساعدات الجوب سنتر ستجعل الناس أقل عرض للعمل ويميلون للكسل من ضمن هذه 64% 68% من أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا يعتقدون بهذا الشيء وحزب ميركل 78% من مؤيدي يعتقدون هذا الشيء يقولون أن رواتب الجوب سنتر رح تأدي لتقليل حافز العمل ورح تأدي لزيادة البطالة بالمقابل يعتقد 27% من أنصار حزب الخضر أن زيادات معاشات الجوب سنتر أو المعونة الاجتماعية رح تأدي لتقليل حافز العمل فقط 27% وفقا للمطيات الحالية فإنما يجري الآن داخل الحكومة الألمانية من مشاكل سياسية بخصوص الأنفاق وما ينشر بالصحف كل هذه الأمور قد تؤثر على مستقبل معاشات الجوب سنتر للعاطلين عن العمل الموضوع التالي أصدقائي موضوع خطير جدا للأسف الشديد فنلندا الدولة اللي دخلت لحلف الناتو بهذا العام لديها أطول حدود لدولة من دول الناتو طبع روسيا وهي دولة تابعة لاتحاد الأوروبي عندها 1300 كيلومتر من الحدود والطبيعة الجغرافية لهذه المناطق الحدودية تخليها تكون باردة جدا حتى بالصيف وبالشتاء بالوقت الحالي طبعا تكسوها الثلوج وبها مخفاف كبير بدرجات الحرارة الآن فنلندا تتهم الحكومة الروسية بأن روسيا سهلت دخول اللاجئين لأراضيها لكي ترسلهم إلى فنلندا وإلى دول الاتحاد الأوروبي لإغراقهم باللاجئين وتقول الحكومة الفنلندية أن رقم قياسي كبير تم تحظيمه ودخل أكثر من ألف لاجئ من دول الشرق الأوسط مثل سوريا والعراق إلى فنلندا قادمين من روسيا بالأسبوعين الماضيين وكانوا قد أتوا بالدراجات الهوائية يعني بروسيا أخذوا دراجات هوائية وساقوها إلى فنلندا والأماكن اللي كانوا بيها أو اللي قادوا دراجاتهم خلالها هي خطيرة ونائية وكلها برد وثلوج تهدد الحياة طبعا أغلقت فنلندا أربعة معابر حدودية مع روسيا وبسبب يعني زيادة تدفق اللاجئين روسيا تنفي هذه الابتهامات وفنلندا تتهم روسيا وبالنهاية الحقيقة الواحدة هي أن اللاجئين مرة أخرى يتم استخدامهم كلعبة وكورقة ضغط وهذه المرة يواجهون خطر الموت من البرد بالحدود النائية الباردة حتى من يتجمد ويموت يعني صعب العثور عليه وأماكن نائية لو وجدت بها تخطية للاتصالات وبها حقول ألغام وبرد شديد جدا جدا وهذا الموضوع وصلنا إلى نهاية شاء الله تكونوا استفادئة وتحياتي لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر